بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد علي أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر تخطيط الحملات التسويقية واحد اليوم بإذن الله سننطرق في درس جديد وهو التركيز على شرائح من السوق لو استذكرنا الدرس السابق والذي كان له علاقة في استراتيجية التسويق التي تبنى عليها شرائح السوق ذكرنا فيما يتعلق في الاستراتيجية التسويقية هي نهج مكتسب لاكتساب ميزة تنافسية من خلالها تسعى الشركة إلى استقطاب العملاء لأنه لديها ميزة عن الآخرين من خلال وضع المزيج أو المفهوم التسويقي أي تهتم بتطوير منتجاتها وخدماتها بناء على حاجات فعلية للمستهلكين ورغبات وأيضا من خلال تحديد القنوات الأكثر فاعلية للوصول إلى هؤلاء العملاء ذكرنا أيضا هناك عوامل لتقسيم السوق ذكرنا عوامل قد تكون بناء على العمر بناء على الموقع الجرافي بناء على اهتمامات بناء على متقدات وبالتالي كل شركة لديها فئة مستهدفة قد تقسم بناء على هذه العوامل كذلك التسويق المتخصص ذكرنا هو أن تأخذ شريحة معينة وتركز عليها في تلبية الحاجات وبالتالي هي تتلافى مثلا بعض العيوب من خلال لا تستطيع تلبية جميع حاجات ورغبات من في السوق أو جميع الأفراد وبالتالي هي تلجأ إلى تخصيص أشخاص معينة بصفات معينة للتسويق المتجات عليهم وتكون هدفها هي إشباع أو تحقيق رغبات وحاجات هؤلاء أو هذه الشريحة بعد ذلك تحدثنا عن السوق المستهدف عرفنا أنها شريحة محددة إذن كلمة السوق بمعنى أنها تعني جميع الأشخاص ولكن حينما أطلق أو جميع الأسواق كذلك لكن حينما أتحدث عن سوق مستهدف إذن هي شريحة تحددها الشركة من خلال استراتيجيتها بوضوح وبالتالي لماذا تحددها لماذا تحددها الشريحة من السوق هي تريد جذب هذه الشريحة لمنتجاتها أو خدماتها ذكرنا أيضا حينما تود أن تقوم بتحديد الشريحة لا بد أن تراعي أربعة خصائص أن هذه الشريحة قابلة للتعريف بمعنى نستطيع تعريفها نستطيع تحديد خصائصها كذلك نراعي أنها قابلة للتضخم بمعنى تحقق إرادات متزايدة مع الأيام كذلك قابلة للتقراب بمعنى لن تكون مبنية على نمط أو ظاهرة محددة وتختفي إذن لا بد أن تكون هذه الشريحة قابلة للإستقرار أيضا قابلة للوصول بمعنى نستطيع أن نسوق المنتجات عليها وأيضا نستطيع البيع المنتجات ونقدم حملات تروجية لها نستطيع أن نستهدفهم نستطيع أن نتواصل معهم إذا كانت هذه الخصائف المتوفرة إذن نستطيع أن نطلق عليها أنها شريحة مستهدفة من أسوء اليوم نستكمل حديثنا عن شرائح السوق ولكن سنركز على شرائح السوق كيف نركز على شرائح في السوق لدينا عدة مصطلحات لدينا التسويق الجماهيري لدينا تجربة العميل لدينا فرصة السوق لدينا إمكانات السوق والحصة السوقية بإذن الله في نهاية هذا الدرس نكون تعرفنا أو وصفنا فوائد وفئات تقسيم السوق إلى شرائح وكذلك كيفية تحديد أو شرح كيفية تحديد الشرائح السوقية وتحديد إمكاناتها تحتاج الشركات إلى تركيز جهودها التسويقية على العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يشتروا منتجاتهم وخدماتهم من أجل تحقيق الأرباح إذن دائماً ما تبحث الشركات عن استهداف السوق بشكل مركز بحيث أنها تسعى أن تسوق على العملاء المحتملين لها ولكي تبيع المنتجات ومن ثم بالتأكيد تحقق الأرباح وبالتالي فإنها تحدد شريحة من شرائح السوق أو فئة معينة من مستهلكين الذين يشتركون في خصائص معينة وذكرنا ذلك في الدرس السوق مثلاً العمر أو التعليم أو الدخل أو الجنس أو قد تكون مرتبطة بالمكان مثلاً تستهدف سكان مثلاً المنطقة الوسطى أو منطقة الغربية أو منطقة الشمالية أو الجنوبية هناك خصائص أو أنماط مختلفة بينهم فيما يتعلق في الحياة اليومية بسبب اختلاف التضاريس أو الطاقس أو غيرها أو العدات والتقاليد أو حتى نمط الحياة قد يكون مختلف وبالتالي تكون احتياجاتهم لمنتجات والخدمات مختلف أيضاً أيضاً الاهتمامات كذلك تكون مختلفة أو أي عامل آخر قد يؤثر على اختلاف الشرائح بما يتعلق في شراء المنتجات أو الخدمات بمجرد أن تحدد الشركة هذه الشرائح كيف تحددها؟ من خلال جمع البيانات عن المستالكين وذكرنا من وظائف التسويق في الفصل الأول أن من وظائف هو بحث المعلومات وإدارة معلومات التسويق وبالتالي تقوم إدارة تسويق بجمع المعلومات ومن ثم تحدد إمكانات كل سوق ما يتعلق هل الشريحة قابل الوصول هل هي مستقرة هل الطلب سيكون مستمر أو غيرها بعد ذلك تضع الاستراتيجية التي ذكرنا التي تعلق في المزيج التسويقي بجميع عناصره الأربع لو تسألنا هذه الأسئلة في رأيك كيف سيستفيد المسوق من تقسيم سوق كبير إلى قطاعات متنوعة؟ سؤال للنقاش قبل أن نخوض في ثناء هذا الدرس لو افترضنا أن لدينا سوق كبير ويقوم المسوق بتقسيم إلى قطاعات متنوعة كيف سيستفيد المسوق؟ لحذكرنا حينما يكون حجم السوق كبير قد يكون من الصعب الوصول لجميع فئات هذا السوق وأيضا من الصعب أن نلبي جميع حاجاتهم ورغباتهم لذلك المسوقون أو الشركات تلجأ إلى تقسيم الأسواق ومن ثم تلبي حاجات كل قسم بشكل منفصل بعد ذلك قد تتوسع إذا أصبحت شركة ضخمة وكبيرة وعملاقة تستطيع من الممكن استهداف السوق بشكل ما يسمى التسويق الجماهيري أو غيره إذن هي الاستفادة أن نعرف حاجات ورغبات أشخاص معينين أو فيها معينة ونحقق رغباتهم وحاجاتهم بعد ذلك يساعدنا في الاستمرار في تطوير المنتجات والخدمات هل يمكن أن توجد أكثر من شريحة سوقية لدى فئة من الشباب أو الشابات الذين يذهبون جميعا إلى المدرسة نفسها وضح إجابتك لنفترض ألدينا مدرسة واحدة وإذا أردنا أن نستهدف جميع الطلاب الذين يذهبون لنفس المدرسة هل نستطيع أن نقسم هؤلاء الطلاب إلى شرائح أم لا؟ هم يذهبون لنفس المدرسة أو مجموعة من الطالبات يذهبون إلى نفس المدرسة هل نستطيع أن نقسم طلاب هذه المدرسة إلى فئات أو شرائح معينة؟ وأنا ود منك أن توضح إجابتك نعم ذكرنا في الدروس السابقة بعض هذه النقاط ذكرنا ما يتعلق في نمط الحياة إذن قد يكون هؤلاء الطلاب مختلفين في نمط حياتهم أو في طرق تعاملهم سواء مثلاً بما يتعلق في المنتجات أو الخدمات التي تساعدهم في الوصول إلى المدرسة هناك بعض الطلاب لديهم مثلاً مركبات هناك البعض يحتاج إلى نقل أو خدمات تساعده في الوصول إلى المدرسة وبالتالي إذن يختلفون في الفئات يختلفون في خصائص أو يختلفون في احتياجات والرغبات وبالتالي من السهل أن نستهدف هؤلاء بصفات مختلفة الطلاب الذين لديهم مركبات إذن بحكم أن لدي مثلاً شريكة متخصية في نقل الطلاب إذن لا أستهدف الطلاب في نفس المدرسة الذين لديهم مركبات أستهدف الطلاب الذين ليس لديهم مركبات وبالتالي إذن قمنا بتقسيم هؤلاء الطلاب إلى فئات أو شرائح عندما نقسم السوق إلى شرائح كل ذلك يتعلق في تحقيق أداف محدد بمعنى حينما ذكرنا سابقا هناك منافسة كبيرة في الاقتصادات أو بين الشركات في جميع القطاعات سواء مثلا في الخدمات أو في المنتجات سواء في شركات الأغذية في شركات النقل في غيرها لذلك من خلال هذه المنافسة يكون حجم السوق كبير وأيضا المنتجات المتشابهة لذلك الشركات عادة توجه جهودها ومواردها نحو أهداف محددة وبالتالي من خلال هذه الأهداف المحددة هي تقسم الأسواق إلى شرائح لكي تلبيها يتضمن جزء مهم من هذا الجهد الذي تبدله الشركات وضع استراتيجيات تسويقية تمكنها من التنافس مع شركات أخرى للحصول على إرادات المبيعات وحصتها في السوق كل شركة في السوق تسعى إلى ماذا؟ إلى زيادة مبيعاتها وزيادة حصتها السوقية بمعنى أن الأغلب المستهلكين يقومون بشراء منتجاتها كيف يأتي ذلك؟ من خلال استراتيجية تعمل عليها منظمات وبالتالي كلما زادت الشريحة وكبرت الشريحة كلما زادت المنافسة وكلما وضعت الشركة أهداف محددة لفئة معينة أو متخصصة قد تقل المنافسة وذكرنا ذلك في الدروس السابق إذن المنافسة تقود الشركات إلى أن تضع أهداف محددة وشرائح محددة وتقسم السوق إلى هذا الشرائح لكي تستطيع زيادة حصتها أو زيادة مبيعاتها هناك بالتأكيد فوائد لتقسيم السوق لماذا المنظمات تهدف إلى تقسيم السوق إلى شرائح؟ بالتأكيد هناك عدة فوائد ولكن ماذا نقصد بالشريحة السوقية؟ هي مجموعة من الأفراد أو المؤسسات داخل سوق كبير أكبر أو سوق أكبر تشترك في خصائص مهمة أو أكثر إذن السادف مجموعة من هذا المجتمع الكبير أو مؤسسات من هذه المجتمع الكثيرة تؤدي هذه الخصائص المشتركة إلى وجود حاجات لمنتج أو خدمة مماثلة كل شخص ينتمي إلى العديد من الشرائح السوقية المختلفة بمعنى قد يكون لدينا أكثر من شخص وكل شخص قد ينتمي إلى فئة أو شريحة مختلفة في هذا القطع بمعنى بسبب أن وجودهم مثلا في مكان واحد أو في عمر معين أو بسبب أنهم في فئة معينة كذكور أو كئنات إذن قد يكون لهم حاجة متشابهة وبالتالي أيضا الشركات تستهدف هذه الحاجات والرغبات المتشابهة أيضا ذكرنا أن الشركات تستخدم معلومات التسويق لإكمال عملية تقسيم السوق إذن لا يمكن أن نقسم السوق إلا من خلال ماذا؟ جميل المعلومات إذن لا بد أن تقوم الشركة بإجراء بح قد يكون ميداني بتمع استبانات بقراطة السوق بالتحليل بعد أن تجمع المعلومات تقوم بتحليلها بعد ذلك تقسم السوق إذن تقسيم السوق لن يكون بشكل عشوائي أو بشكل غير منطقي وإن من خلال المعلومات والأبحاث التي تجريها الشركة التي يجب أن تحديد مجموعات معين مستالكين ومراد سدافهم خلال عملية تقسيم السوق المذكورة وبالتالي تقسم الشركات فئة كبيرة مستالكين إلى مجموعات فرعية أيضا حتى في التقسيم يتقسم وتقوم بتفصيلهم إلى مجموعات أقل فأقل إلى أن تصل لمجموعات صغيرة لكي تستطيع انتاج منتجات تناسب هذه الفئات نلاحظ مثلا ذلك في قطاعات مثلا السيارات هناك قد يكون سيارة بعد ذلك تظهر أو تصدر بأكثر من مزايا أو أكثر من فئة لكي تستادف شرائح أقل فأقل مثلا حينما تستادف مثلا مشترين أو مستهلكين بسيارات قد تكون فارهة أو سيارات تكلفة عالية أو مزايا إضافية بمعنى هناك فئة قد تكون متوسطة هناك فيها تكون ما تسمى بالأساسية أو ما تسمى بستاندر وهي الأساسي بمعنى لا يوجد فيها العديد من مواصفات ولكن هي نفس السيارة ولكن هناك مواصفات مختلفة لماذا؟ لكي تستطيع تلبية جميع الحاجات في فئات هذا السوق أو هذه الشريح بمجرد أن تدرك الشركة حاجات هذه الفئة من عملها يمكنها بعد ذلك تطوير استراتيجية تسويقية تناسب أو تتناسب معها بمعنى لا يمكن أيضا أن نضع أو نطور استراتيجيات التسويق إلا بعد أن ندرس الفئة المحددة بعد أن نحددها نقوم بعمل بحث ميداني أو نقوم باستبانات أو تحليل المعلومات الموجودة ولا إحصاءات سواء من جهات رسمية أو شريحة قامت بنفسها بشكل أساسي وحذكرنا ذلك مثل بيانات الأولية أو بيانات الثانوية ومن ثم تقوم بتحليلها بعد ذلك تقوم بإيجاد استراتيجية تسويقية متخصصة لهذه الفئة إذا لم تكن الشركة على استعداد لاستثمار الوقت والمال لجمع وتحليل البيانات لمساعدتها تحديد الشراحة السوقية فعليها الاعتماد على التسويق الجماهيري إذن إذا الشركة ليس لديها القدرة أو لديها المال أو ليس لديها الرغبة في الاستثمار في البحث والتحليل ودراسة السوق بعناية قد تلجأ إلى التسويق الجماهيري وهو أن تستهدف الجميع بذلك نشاهد مثلا الإعلانات في الطرق في الشوارع في الماكنة العامة هذا ما يسمى بالتسويق الجماهيري واستداث الجميع في هذا القطاع ولكن هذا له مزايا وأيضا وله عيوب وسنوضح ذلك في هذا الدرس يتضمن التسويق الجماهيري إنشاء مزيج تسويقي مصمم لجذب فئة كبيرة ومتنوعة من المستالكين إذن تستهدف الجميع وبالتالي تكون الفئة كبيرة وتكون أيضا احتياجات مختلفة قد يكون أو الرغبات مختلفة ومتفاوتة عندما تستخدم الشركات هذا الأسلوب وهو التسويق الجماهيري فإنها تجعل جميع العملاء في السوق عملاء محتملين إذن كل من يرى هذا الإعلان يعتبر أو من نستهدف في هذا الإعلان أو في هذه الحملات هو عميل محتمل وبالتالي أيضا كل شركة تبيع في هذا القطاع الكبير سنتنافس معها وبالتالي تعتبر منافس إذا أعلننا في الطرقات العامة إذن جميع الشركات التي تقوم ببيع المنتج المشابه أو خدماتنا أو منتجاتنا إذن سيكون منافس لنا بحكم أننا لم نتخصص بفئة معينة وإنما طرحنا للعامة لجميع أفراد المجتمع ما يتعلق في التسويق الجماهيري إذن جميع الأفراد الذين يكون في هذا المجتمع هم يعتبرون عملاء محتملين وكذلك الشركات العاملة أو المنتجة والتي تبيع في هذا السوق تعتبر أيضا شركات منافسة يصعب الشركات تحقيق أهدافها التسويقية عندما تستخدم هذه الاستراتيجية وهي استراتيجية التسويق الجماهيري لماذا؟ يصعب الشركات تحقيق أهدافها التسويقية عندما تستخدم التسويق الجماهيري لماذا؟ لأنها كما ذكرنا لأنها جاذبة لفئات متنوعة من المستهلكين ذوي الحاجات المختلفة وبالتالي لو قارننا التسويق المتخصص مع التسويق الجماهيري المتخصص نراعي فيها معينة ندرسها نقوم بمعرفة احتياجاتها ورغباتها ونحاول تلبية احتياجاتهم ورغباتهم بشكل مركز وبالتالي نحن نعرف أن لديهم توجه معين أو حاجة معينة أو رغبة معينة قمنا بدراسة الخصائص ولكن حينما نقوم بتسويق جماهيري إذن هناك حاجات لا يمكن إرضاء جميع الحاجات بسبب التفاوت في الأعمار في التعليم قد يكون حتى المناطق الجغرافية إذا كان التسويق على مستوى الدولة أو على مستوى العالم أو منطقة جغرافية معينة أو إقليمية وبالتالي اختلافات كبيرة وبالتالي من الصعب أن نحقق جميع رغبات وتطلعات أو احتياجات هؤلاء المستهلكين أيضا هناك تنافس قد يكون هذا الأمر الأول هو سلاف الحاجات الأمر الآخر أن هناك العديد منافسين في هذا القطاع وبالتالي يكون هناك التنافس كبير ولكن أيضا هناك مزايا فإن بالتأكيد حينما نسوق بشكل أكبر من المحتمل أن تكون بيعاتنا ماذا أعلى وبالتالي قد نجني ثمار بشكل هذه التسويق الجماهيري بربح أكبر وإمكانية وصول إلى مستهلكين بشكل أكبر لأن كل من يكون في هذا المكان العام أو عبر التلفاز أو غير يشاهد هذه الحملات أو هذه الإعلانات وبالتالي يكون من السهل وصول إليهم ولكن أيضا قد يكون هناك ضريبة لهذا الأمر حينما لا تكون الشركة قادرة على تلبية الحاجات والرغبات لمجموعات كبيرة قد ينقل بأمر عكس على ذلك أو بمعنى قد يكون سلبي على الشركة أن لا تستطيع تلبية الحاجات وبالتالي يكون سمعة ما يتعلق في التوصيل أو في إنتاج المنتجات أو الخدمات أن هناك أيضا قد يكون يتعلق بأن الشركة غير جاهزة لتسويق الجماهيري لذلك الشركات عادة الكبيرة هي التي تنهج هذا الأسلوب أما الشركات المتوسطة والصغيرة تنهج التسويق المتخصص لفئة ومنطقة معينة يمكن للشركات الكبيرة ذات الإنتاج الكبير الذي لديها شبكات توزيع واسعة لديها مثلا اتفاقيات مع شركات الناقل وغيرها أن تلجأ إلى هذه الاستراتيجية ويستخدام استراتيجية تسويق الجماهيري بفعالية أما لماذا؟ لأن لديها نقاط وشبكات توزيع كبيرة لديها قدرة إنتاجية تستطيع تلبية جميع الطلبات أيضا لديها قد يكون اتفاقات وطنية أو حتى دولية وبالتالي من السهل أن يرتكون هذه الاستراتيجية فعالة أما الشركات الأصغر أو الأدق تخصص تجد صعوبة في التسويق الجماهير لأنها ليس لديها القدرة على إنتاج المنتجات جميع الفئات هي مثلا مخصصة لمنطقة معينة أو حي معين وبالتالي من الصعب أن تلبي مثلا للمدينة بشكل كامل أيضا الشركات تدرك أن مفهوم التسويقي مع زيادة الوقت والتكلفة لتقسيم عفوا تدرك الشركات التي تؤمن بالمفهوم التسويقي أن زيادة الوقت والتكلفة لتقسيم السوق تمكنها من تحديد مجموعات العملاء وفهم احتياجاتهم بمعنى الشركات التي تؤمن أن المفهوم التسويقي وتقوم بتحليل والدراسة والبحث كما ذكرنا في الخطبات السابقة وبالتالي يساعدها في فهم الاحتياجات كلما قامت الشركة في البحث وتحديد الاحتياجات بدقة كلما ساعدها بتحقيق رغبات العملاء بشكل أكبر بمعنى حينما يكون هناك دراسة لفئة معينة أو مجتمع معين عن الحاجات والرغبات وكيف نوصل المنتجات إليهم ما هي القناة المناسبة هل نقوم بالتعاقد مع شركات نقل للتوصيل منازلهم أم نضع مثلا متجر في مكان في هذه الحي أو في هذه المدينة أو في منطقة معينة لبيع المنتجات أو أن يكون المنتج بطريقة معينة مثلا ما يتعلق في التغليف ما يتعلق في شكل المنتج الواني إذن كلما درست المنظمة أو الشركة الحاجات والرغبات للمستهلكين كلما ساعدها على البيع المنتجات لهم وتحقيق رغباتهم وهذا يقودها بالتأكيد إلى إرضائهم وبالتأكيد العمل رضي عن المنتج تكرر الشراء وبالتالي تزداد الربحية من الطبيعي كلما زاد الرضا تكرر الشراء وبالتالي في حال تكرر الشراء سيكون هذه كماذا ربحية أكبر إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا هذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته